أحدث معكم من القاهرة وفي استوديو القاهرة من بيت للكل الحديث سيكون بمزيد من التفاصيل مع خبير ومتحدث مهم وعسكري اللواء أركان حرب دكتور محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ومستشار المركز المصري للدراسات الاستراتيجية منورني في الاستوديو سهل نور لحضرتك شكرا جديدا للإستضافة على ألف شكرا يعني في البداية الحقيقة ونحن نتحدث عن الاحتجاجات الشعبية وخليها شعبية لأنها الحقيقة منصرفة تماما عن قادة دول العالم الغربية قادة دول العالم اللي شكلوا طبور جاء إلى إسرائيل في دعم المحتل الإسرائيلي ولكن الشعوب قالت كلمة مختلفة كيف رأيت هذا الاختلاف الكبير بين الشارع الغربي والحكومات الغربية؟ الرأي الرسمي للدول الغربية منقاط شوية في اتجاه التوجه الأمريكي اللي هو بيقود حلف الأطلنطي بيقود الغرب يشكل 80% من القوى العسكرية في حلف الأطلنطي 80% من المصرفات فهم إلى حد ما نقدر نقول يعني إذا جازت تعبير يعني من نسبة كبيرة منهم متابعين اللي حصل في لندن بس مش تجمطره فقط ده فيه أصوات رسمية نادت بأن رئيس الوزراء يقدم استقلته صحيح وبعض الوزراء يتركوا مناسبهم وبعض الأحزاب وبعض الأحزاب وبعض الأحزاب والأحزاب دي كبيرة يعني أسلاء أحزاب مؤسسة دولة عريقة زي بريطانيا صحيح ده مثال نقدر نقيس عليه ونقيس عليه زي حكم تفضلت الموقف المصري الموقف المصري التلقائي التوحد بين الشارع والقيادة السياسية للدولة لأن نحن من غير مجاملة نحن على حق نحن نحافظ على حكتين نحن نحافظ على الأمن القوم المصري من جهة ونحافظ وندعم الحقوق على الأقل الإنسانية والمشروع للسعب الفلسطيني ما فيش حد يقدر يشكك في الحكتين دول كدعم أمن القوم المصري لنا حدود سياسية تحترم ونفيش حد يخترقها لنا كيان كدولة نقوم بدورنا السياسي والاقتصادي المعونات اللي دخلت الإنسانية اللي دخلت غزة العالم كله بيقدم من خلال مطار العريش اللي قدمه العالم كله يساوي 50% مما قدمته مصري منفردة وده برضو يحسب لمصر عشان تقدموا مصري منفردة يعني فيه شباب متطوع يفرغ الطائرات ويجيب لواري وكونتينرز وسواء وشباب يفرغ ويحمل ده جهد إضافة يعني بالإضافة للكم نفسه طيب خليني أعود مرة ثانية إلى الاحتجاجات الشعبية في الطول الغربية سؤالي هنا ونحن نمر أكثر من شهر على هذه الإبادة والقصف يعني ليلا ونهارا خليني أسأل حضرتك هل هذه الاحتجاجات ممكن يكون لها تأثير يتم استغلاله ويكون لها ضغط على الحكومات الغربية؟ بالتأكيد حضرتك بالتأكيد يمكن المجتمعات الغربية اللي بتقول إنها مجتمعات ديمقراطية رأي الشارع والديمقراطية والاحتجاجات المشروعة اللي بيحميها البوليس ياخدوا تصريح ويقول اللي هو عاوزه وإحنا شفنا كثير يعني شفنا الكثير في الميديا بتنقل من العواصم الغربية وعواصم غير غربية وشفنا العبارات الإمجلزية يعني ستوب كيلينج وسيف غزة وحاجات كتير ده رأي عام دولي مش رأي عام عربي أو رأي عام مسلم أو لا ده رأي عام دولي لأن الجريمة والقتل شيء مشين لأي جنسية لأي عمل والمنظر بتاع غزة من فوق حضرتك حتلاقيه قريب من القنبلة الزرية اللي بيهددوا بيها يعني انت لو استخدمت القنبلة الزرية تاكتكية مش هتعمل أكثر من اللي انت عمل ما حدث في 7 أكتوبر هو هستيريا بالنسبة للمحتل الإسرائيلي وأيضا هي كسر لنظرية الأمن الإسرائيلي اللي كسرت يوم 7 أكتوبر وكسرت من 50 عام في 6 أكتوبر طيب خليني أسأل حضرتك يعني أنا بسأل على بعض المسؤولين وخليني أقول بعض أسماءهم يا رب أقولها تمام يعني فمثلا عندنا يعني اللي هو على رأسهم المسؤول عن التراث الإسرائيلي عمخاي اليهو وعضوة الكنيسة ناتالي جوتليف وعضو الكنيسة السابق موشي فيجيلين كلهم صرحوا بدرب غزة نوويا هل هدي نوع من الهستيريا ولا هي نوع من الجنان الإسرائيلي لأنه يعني هل من الممكن قطاع بهذا الحجم الصغير أضربه نوويا وتأثيره ممكن يبقى عامل إزاي على المنطقة كمان يعني شخصية اليهو الوزير التراث هو سليل أسرة متطرفة والده حقام متطرف وجده حقام متطرف وجده كان يرقص الجالية اليهودية الشرقية اللي هما السابرديم سابرديم بيعتبروا درجة تانية بالنسبة للأشكناز الغربيين وهما من جذور عراقية لكن هذا التطرف ما يصلش إلى هذا المستوى أننا يعني بعد شهر من التدمير اللي احنا شايفينه أقول أنا كمان محتاجة استخدم كومبلة نووية طبعا هنا الموضوع أخذ اتنين منحة هل إسرائيل تملك كومبلة نووية عشان تستخدمها ولا تملكها وتخفي ولا ده في إطار ولا ده في حالة أنه هو الرضع بالشك أن أنت تتسائل عنده ولا ما عندوش هما بيجيدوا الرضع بالشك من أول ما ابتدوا إسرائيل لما ابتدت قامت 48 سنة 49 وقعت مع فرنسا بروتوكول إنشاء ديمونة المفاعل الزري الكبير أكبر مفاعل الزري عندهم والمعاهد العلمية الأمريكية بتقدر المتخصصة إنهم عندهم مش أقل من 90 رأس النووية لما يقول رأس النووية عيارية كلمة عيارية قياسا على هيروشيما 20 ألف طن يعني الكنبلة تدي دمار يسوي 20 ألف طن مواد متفجرة بدليل إن هيروشيما لما استخدم ضدها كنبلة عيارية الطيار بعد ما ضرب الرمى للكنبلة ولفه رجع يصور ما لقاش المدينة اللي هو كان بيلقى حيلقى عليها الكنبلة يعني هو عاش بقيت حياته عنده مشكلة مشكلة فإنت شايف الدمار شايف إن مدام غزة فكاد تكون مش موجودة خاصة إن نتيجة الكسافة السكانية العالية والمساحة المحدودة التوسع رأسي تلاقي مباني طويلة عشر تدوار 15 دور يعني أبسط الأمور الدور الخمستاشر والعشر ده لما قطع الكهرباء العجوز اللي فهو ده ما عرفش ينزل ما فيش هتنصير مش هعرفين اللي عتسلم حتى يعني أبسط أمور الحياة مش متوفرة خلينا نروح للشأن بقى المصري يعني التصريحات أيضا كانت اتجاه مصري بالذات في الأيام الأولى من يعني هذا الاجتياح كان الحقيقة نائب وزير الدفاع الأسبق وعضو الكنيسة الإسرائيلي كان عمل عروض لمصر يعني وكأن مصري يعني إيه جهزة لهذه العروض المحتل بإنه يعني يتم اللجوء إلى مصر أو يتم النزوح أو يتم التهجير القصري أيا كانت المستميات اللي استخدموها طوال يعني هذا الاجتياح هذا الرفض والقوة والإسرار من القيادة المصرية ورأينا وجه الرئيس السيسي القائد العسكري يعني يعني هو كان بهدوء وثبات وقوة وكان وراءه أيضا استفاف الشعب المصري إزاي شفت الكلام من نائب وزير الدفاع الأسبق وإزاي شفت الموقف المصري والثبات عليه حضرتك هو الوزير الإسرائيلي يسوق مشروع منتهي هم يريدون الأرض بدون البشر يريدون الأرض خالية من الفلسطينيين وهو ده سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية يعني يمكن الضفة الغربية أنا كده تصفية للقضية يعني هو يريد فلسطين كلها يعني الموضوع هناك أهدى شوية أو ما فيش السلاح اللي في إتحماس هناك لكن هو يوم عن يوم أجي على مكان وأقول البيت ده بالأوراق دي مش بيت حضرتك الفلسطيني وهد البيت وأنا لما أقول لا ده بيتي زي ما بيقولوا في الفيلم العربي الأوراق أوراق أنا نقدر نكتب إن البيت ده مش بتاعها كي وأهد البيت وأنا صاحب البيت أو ابني أو طفله لما قوم بطباية ترد عليها برصاصة الطلبة يعني عندي شيء من القهر شيء من القهر فهو بيسوّب فكرة منتهية أنا عاوز الأرض من غير البشر وبالتالي إيه المشكلة أن مصر تأخذ المليون دول مصر مئة مليون لما يبقوا مئة واحدة ومئة وثمئة وليه مصر تدفع ثمانية ولو مصر عندها سبعة ثمانية مليون من الدول العربية هم ميفرقواش حاجة بالنسبة لنا ونقدر نصطدفهم ونستضيف قدهم مرتين لكن الفكرة يبقى عن حقات الإسرائيل اللي يعوزها أن الأرض بقت فضية من البشر وبالتالي مش حيبة فيه قضية نتكلم عنها وكونوا أن يسوقوا الأمريكان معهم خلوهم عندهم بشكل مؤقت يعني إيه شكل مؤقت يعني حنتفل أن بعد شعور نرجعهم تاني عندكم من إمتى فيه فلسطين وهذا اللي حصل في النكبة يا فندي خرج ورجع تاني وخرجوا بشكل مؤقت في النكبة ولم يعودوا فكرة أن أنت تعود تاني دي مش موجودة لأن إسرائيل تريد هذه الأرض بدون البشر اللي موجودين عليه لكن عشان كده المقاومة الفلسطينية أجيال متوالدة وكننا بنتكلم اللي بيعملوا العمل ده وعندهم 30-40 سنة هم أطفال الحجارة صحيح اللي في سبعة وثمانين وثمانية 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 دول اللي عاش طفولته لغاية شبابه لغاية صباهه وشبابه ورجلته في قهر في قهر في لا إنسانية في معوز إلى أبسط أمور الحياة فلما يحصل عنده شيء زي اللي حصل يوم سبعة ويفرقع شوية هو عنده أسباب للفرقعة دي حتى لو فرقع خارج الإطار المطلوب يعني لأنه عنده هذا الانفجار اللي عايش داخله هم كمان يفندم دخلوا إلى العمق الإسرائيلي يعني يمكن الموقف ما بين مصر وإسرائيل جيش قدام جيش دولة محتلة إحنا حررنا أرضنا يعني كان فيه أصول واضح ولكن ما حصل من المقاومة مقاومة حماسة أو مقاومة الشعبية إنه الدخول إلى عمق الإسرائيلي إلى البيوت إلى المطابخ إلى الساحات فدي بالنسبة لهم أعتقد هي سبب الهيستيريا ده جزء من هدم نظرية الأم الإسرائيلي مصبوط زي حكما تفضلت وهم المفاجأة كاملة لأنه هو بني صور حوالين المغزة 6 متر حديد فوق و10 متر خلصانة تحت عشان الأنفاق هم عدوا من فوق الكلام ده بالطيران الشراعي زي الدلت حاجة في المطالات أنا ظهر مطالات سابق عدوا من فوق الكلام ده وفوجئوا إنه هما دخلوا الوحدة خدوا اللي فهى الكمبيوتر والمعلومات والعساكر والقوم قتل يعني لذلك هم خدوا وقت طويل جدا نشتغل ازاي على الأرض الوقت ده ما يتناسبش مع خطة استدعاء بتاعتهم خطة بتاعتهم تلت ايام انت قعدت تلتة سابيع تلتة سابيع تضرب أخماس في أزداس هحعمل إيه فبلا شك أن نظرية الأمن الإسرائيلي هدمت في مقتل كما نفذ الإخوة الحماسين في الضربة اللي حيكتفضلت سيادة اللواء أكيد يعني قبل نهاية هذا الحوار حيسأل المشاهد ماذا بعد غزة؟ بعد أن طبع الحرب أوزارها لأنه ما فيش عمل عسكري بيستمر إلما للنهاية سنعود للطاولة الطاولة حيبقى فيها تفاوض على حل الدولتين اللي أجمعت النسك اللي أجمعت عليه لكن إسرائيل هو الوحيدة اللي مذاكرتهش حل الدولتين لو أقر وأجبرت إسرائيل على الموافقة عليه سيكون هناك فصال إسرائيلي معروف لأن الدولتين مش موجودين أصلا لأن زي حكما تفضلت لو زرت الضفة الغربية حتجد النظام العنكبوتي لكن أنا بقترح أن إحنا قدامنا قرارين أمم المتحدة إما قرار 242 سنة 67 اللي هو الحدود قبل يونيو 67 لكن أنا بأفضل قراري تقسيم نوفمبر 47 اللي هو بين العرب واليهود ودي خريطة محددة تماما ووضحة المعالم ووضحة المعالم وفيها المعابر لو أنا ما فيش اتصال يابسي ليا كبري والتاني من تحت والعكس في الناحية التانية فلسطينيا فندم 47% دلوقتي فلسطين ما تكملش 11 أو 14% أنا حفاصل من أبعد نقطة من أبعد أنا حفاصل من أبعد نقطة زي طريقتهم وده أول قرار أمم المتحدة ومجلس أمن وانتوا كنتوا فرحانين به نبدأ من هذه النقطة ونحصل على أكبر قدر ممكن لكن إحنا هيبقى عندنا نقطة تانية لو حتى خرجت حماس من المشهد سنبطل حجج أسله إحنا عندنا ممثل شرع وحيد للشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في رمال كلمة صغيرة موقف مصر وعنوانها طوال هذا الشهر مصر واضحت الموقف تماما تجاه أمنها القومي وتجاه صالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية واضح بالنسبة في المية من سنة 47 لغاية المارضة سيادة لواء أركان حرب يعني أستاذنا وأستاذ العلوم العسكرية محمد قشكوش بشكرك شكرا جزيلا نورتنا على كل هذه التفاصيل والمحاور شكرا لحضرتك نورتنا في بيت الكل شكرا لحضرتك وشكرا للأسئلة الموضوعية ألف شكر